ألف مبروك لكل الأهلوية اللي بيتفرجوا علينا ألف مبروك لكل أهلاوي في كل مكان على الإنجاز العظيم اللي عملوا النادي الأهلي واللي كلنا بنحتفل بي دلوقتي الفرحة طعمها حلو والانتصار والمكسب طعمه حلو وإن أنا بقى وقفة هنا في الستوديو ده كل كام شهر ويمكن أقل كمان كل فترة أنا وأحمد طبعا مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير يا صار طبعا ده كله فرحة تانية خالص نحن نبقى وقفين كل شوية نبارك لحضراتكم نتكلم عن إنجاز جديد الكيان اللي احنا بننتميله بيحققه دي يعني فرحة تانية تخلينا دايما فخورين بالانتماء للكيان ده النادي الأهلي أول نادي عربي وإفريقي يصعد لمنصة التتويج مرتين في كاس العالم للأندية النادي الأهلي حقق البرونزية للمرة التانية في تاريخه النادي الأهلي بيعمل إنجاز كبير وبيثبت أن هو بيحط نفسه في حتة تانية خالص إحنا بنتكلم على نادي عربي وإفريقي ولكن في حتة تانية بينافس منافسة عالمية بند مع أبطال الكرة العالمية والأوروبية والحقيقة داي خلينا كلنا عندنا شعور كبير بالفخرة عندنا شعور كبير بالفرحة إن إحنا بننتمي للكيان ده زي ما دايما بقول والحقيقة ده برضو أكبر رد على كل الانتقادات اللي ممكن تكون وجهة للنادي الأهلي وعايز أسمع منك يا أحمد طبع الرأي مبروك علينا ومبروك على كل جماهير الأهلي ومبروك على مصر ومبروك على جماهير الكرة في أفريقيا الإنجاز الحقق والنادي الأهلي المصري الحقيقة مش بس هيحسب للأهلوية والجماهير النادي الأهلي لكنه يحسب كمان للكرة المصرية وبالتأكيد كمان للكرة الأفريقية اللي هنتكلم ونقول استفادت كتير جدا الحقيقة بالمكسب الحقق والنادي الأهلي في بطولة العالم للأندية مش بس عشان الأهلي حقق الميدالية البرونزية وده إنجاز مش جديد علينا سبق وحققنا قبل كده لكن كمان كان عشان إنه الإنجاز تتحقق على حساب نادي من أفضل أنديت العالم نادي كبير جدا في البرازيل نادي كبير جدا في أمريكا اللاتينية بطل الكوبة لبرتادوريس بالميراس الحقيقة يمكن إنجاز النادي الأهلي مبارح كان مشرف فوز مستحق فوز عن جدارة واستحقاق لرجاليتنا الحقيقة لعبوا مغارقة رائعة تحس إنك إنت بتكلم مع لعيبة يستحقوا إنه هما يكونوا في أحسن أندية العالم إحنا على الرغم منه في نفس المكان ده قلت لحضراتكم إنه بحسابات الورع والألم وإذا كنا بنتكلم بالمنطق إنه فرص بالميراس أكبر بكتير جدا من فرص النادي الأهلي وإنه حتى خسارة النادي الأهلي للميدالية البرونزية شيء ممكن يكون منطقي أو طبيعي لكن اللي مش طبيعي هو اللي عمله النادي الأهلي شخصية اللعيبة شخصية البطل روح الفريق روح الفنلة الحمرة اللي الحقيقة بتدوب أي فوارق سواء كنت بتكلم على أسماء أندية سواء كنت بتكلم على أسعار لعبين سواء كنت بتكلم على إمكانيات أندية من ناحية الاقتصادية كبيرة جدا لكن شخصية الأهلي تقدر تدوب الفوارق دي كلها على كل أحوال زي ما قلت لحضراتكم إنجاز مش بس في تحقيق البرونزية لكن بالأرقام وبالمكاسب إنجاز النادي الأهلي نقدر نترجم ومدود على مستوى اللي لعبة مبارح الحقيقة استفادت بشكل كبير جدا من إنجاز البرونزية النادي الأهلي اللي بعتقد النهاردة بيحطه نفسه وبيأكد على حاجة احنا عارفينها إنه النادي الأهلي مش نادي فقط لي شهرة أو سمعة على مستوى القرى الأفريقية لكن كمان لي سمعة عالمية بتأكدها أرقامه وإنجازاته اللي بيزيد عليها إنجاز جديد مبارح وبالمناسبة على فكرة كنا بنقول إنه الأهلي ترتيبه رقم 36 على مستوى العالم إنجاز مبارح أضاف للنادي الأهلي أربع نقاط جديدة وخده في شوط أبعد بتبعد عن كل منافسيك بتوصل بنفسك وبناديك وبجماهيرك وبجماهريتك لحتة تانية خالص أعتقد أنها تحتاج سنين طويلة ومجهود كبير وفلوس كتير قوي عشان تقدر تحاول بس إنك أنت تتقرب من أرقامه وإنجازاته دي حياء أحمد والحقيقة إنه النادي الأهلي عودنا إنه الرد دايما بيكون في الملعب الرد دايما بيكون بالنتيجة عايز تنتقد عايز تتقارن نفسك بالنادي الأهلي والله إحنا في حتة تانية خالص وده اللي بيثبته كل يوم أو الفريق بيثبته كل يوم الإنجاز ده الحقيقة بيحسب لكل من ينتمي للكيان ده يحسب للعيبة الحقيقة كانوا رجالة جدا في الملعب في مباراة بالميراس في مباراة بارن ميونف في مباراة الدحيل في كل مباراة في كاس العالم للأندية ضغط كبير قوي على اللعيبة ضغط كبير لأن الموسم ده داخل مع الموسم اللي فات فيه زحمة مبارايات ومع ذلك بنشوف اللعيبة الحقيقة وقفة في الملعب رجالة تسعين دقيقة كل لاعب موجود بيقدي وبيعمل اللي عليه دايما بنقول الأهلي بما نحضر علشان شفنا في كل مباراة قدقيه يبقى غايب عنصر واثنين وثلاثة ومن أكبر اللعيبة عن الفريق ولكن بنشوف اللي موجود بيقدي ازاي ده طبعا مع كامل الاحترام لللاعب اللي غايب ولكن دايما كل لعيب في النادي الأهلي 11 راجل في الملعب بيقديوا بأفضل ما عندهم الحقيقة لعيبة بتتعامل مع ضغط كبير مش ضغط كبير بس عشان المباريات وزحمتها وضغط المنافس اللي انت بتلعب معاه نتكلم بقى على بارني ميونيخ على بالميراس على غيره ولكن كمان ضغط انه بيبقى عنده فكرة انه دايما عايز يسعد جماهير النادي الأهلي دي عايز يسعد الجماهير اللي الحقيقة ما بتبتش مكسب وده ضغط حلو بس في نفس الوقت برضو صعب عشان نكون حقانيين انت جمهورك دايما عايز يكسب وعايز يفرح انا قبل ما ادخل الحلقة بشوف الترند لقيت رقم واحد ترند في مصر هو السوبر الافريقي جماهير النادي الأهلي بتطلب من موسيماني دلوقتي وهي بتحتفل ببرونزية كاس العلم للأندية هم عايزين السوبر الافريقي من موسيماني وانه بيقول لك يا احمد يعني عايزين السوبر الافريقي يا موسيماني وانه بقى كده تعشد دي كل القومس للدريبة النجاح خد بالك مش من السهل انك انت تلاقي نادي هنا مش بيكلم على الامكانيات انا هنا بيكلم على ثقافة جمهور